اهلا بحضراتكم مرة تانية النهاردة من ضمن الاخبار المهمة بتتعلق بالنادي الاهلي وان هو ان سانداونز ادارة سانداونز ارسلت خطابة للنادي الاهلي بتؤكد فيه على احترامها الكامل للنادي الاهلي وبتوضح الموقف اللي حصل قبل مباراة الفريق هناك في جنوب افريقيا لما اوتوبيس الاهلي تعطل ولعين عدد كبير من جميع سانداونز موجودين فقالوا ان ده كان مجرد ازدحام مروري واكدوا على علاقتهم المميزة بالاهلي وان هم حرسين جدا اشد الحرس على ان العلاقة دايما تكون جيدة فده خطاب وصل النادي الاهلي النهاردة وتوضيح من تلوبا متسبي رئيس طبعا سانداونز لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي